دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس يومها الثاني وسط تصاعد الاشتباكات في مناطق غلاف غزة ودشنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس الطائرات المسيرة الانتحارية بينما تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على مناطق مختلفة في قطع غزة ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة الغربية وجنوب لبنان بعد أن دخل حزب الله اللبناني على خط الحرب وأعلن إطلاق أعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة وعمى الإضراب الشامل جميع مدن الضفة الغربية تمديدا بالعمليات الإسرائيلية في قطع غزة وتعبيرا عن الغضب الفلسطيني على الجرائم المستمرة ويأتي الإضراب بعد سقوط سبع ضحايا فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بعد اندلاع مواجهات تزامنا مع عملية طوفان الأقصى وفي أحدث تطورات الميدانية بدأت القوات الإسرائيلية بإجلاء سكان منطقة غلاف غزة بعد أن حددت مهلة 24 ساعة لتنفيذ المهمة كما أعلنت أيضا حالة التأهب القصوى في جميع السفرات الإسرائيلية حول العالم ووجهت تعليمات لجميع السفراء بعدم الخروج من المنازل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة